من الأسباب التي حالت دون الاتفاق على تسمية المحافظين في ثماني محافظات خاصة في ظل الحديث عن تصاعد الخلافات في الإطار التنصيقي يعني أنت تعلم بأن الوقت يمضي من الواضح أنه لا يزال من الصعب ربما التوصل أو الاتفاق على صيغة لإدارة المحافظات في البلاد مساء الخير عليك وعلى الجمهور الكريم الحقيقة هذه الخطوة الثانية في مجمل صراعات سياسية سبقتها جولة وهذه الجولة الثانية وستأتي الجولة الثالثة الجولة الأولى هو بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية استأثرت دولة القانون بالإطار الشيئي فعملت قبل انتخابات مجالس المحافظات التي نحن لا نعترف بها أطلاقا عملت قبل انتخابات مجالس المحافظات لتصفية جزء من الخصوم وهنا واضح تصفية تقدم وغيرها وسيد الحلبوسي إلى آخره حتى عملية إبعاد السيد نجم الجبول لأسباب المعروفة هذه كانت الجولة الثانية الجولة الأولى الجولة الثانية هي الانتخابات لمجالس المحافظات الذي جاءت في بعض نتائجها مخالفة لما يطمح له دولة القانون من الإطار فظهر في البصرة السيد أسعد العيداني الحالي العيداني وكذلك في الكوت السيد المياحي وكذلك الخطاب في كربلا فجاءت جولة اليوم لإقصاء هؤلاء ثم ظهر التصريح المشهور من دولة القانون لقد غدر الغادرهم كيف غدر الغادرهم أرادوا أن لا يمرر هؤلاء الذين فازوا باسم الديمقراطية حسنا من باب ضد مجالس المحافظات لكن هناك باب هؤلاء الثلاث محافظين فازوا باسم الديمقراطية فاعترضت دولة القانون ورغم طبخها لعملية إبعادهم ليلة أمس اليوم تفاجئت بغدر الغادرون وقد فازوا مرة ثانية لأنهم كانوا قد جاءوا بأعلى الأصوات بل وبأعلى الكرار اشتركوا في القناة